موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز أخباري الثانية من قناة المرابطون أهلا بكم أشهدت وزارة الثقافة الموريتانية بتتويج فيلم تنبكتو حزن الطيور للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساغو بجائزة سيزار في المهرجان السنوي الذي ترعاه أكاديمية الفنون وتقنيات السينما بفرنسا وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن تتويج الفيلم يعتبر تتويجا لموريتانيا وللقارة الإفريقية والعالم العربي قالت مصادر من داخل المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة إن القطبة السياسية بالمنتدى أجل اجتماعا كان مقررا اليوم لتحديد الموقف النهائي من الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام وحسب ذات المصادر فقد وعيد تكليف اللجنة التي كان قد عهد إليها بوضع ممهدات المنتدى للدخول في الحوار عهد إليها بوضع ممهدات أخرى تتفق عليها مختلف الأطراف داخل المنتدى يواصل عمال السنين بمدينة زوارات إضرابهم عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وقد وصل عدد المفصولين على خلفية المشاركة في هذا الإضراب أكثر من مائة وثمانية وسبعين ويقول العمال إن إضرابهم سيظل متواصلا إلى أن تتحقق مطالبهم فيما تعتبر الشركة الإضراب غير شرعي وتقول بعدم تأثيره على مستوى الإنتاج فيها تشارك موريتانيا في قمة منظمة في قمة منظمة بواشنطن حول موضوع مكافحة التطرف بمشاركة أكثر من ستين دولة وتمثل موريتانيا في هذه القمة التي تبحث سبل مواجهة تحدي الإرهاب وزيرة شؤون الخارجية والتعاون فاطمة فال بن تسوينا إلى أخبار الرياضة حيث فاز نادي أفسي تفرغ زين على نادي زمزم بهدفين دون رد في إطار أولى محطات كأس رئيس الجمهورية سجلهما قائد الفريق ولاعب الوسط يعقوب دينا مدافع نادي زمزم أحمد ولل كوري أكد في تصريح للمرابطون أن الثاني الأهداف لم يكن صحيحا وإنما جاء عن طريق تسلل وصفه بالواضح من ناحية أخرى أكد لاعب وسط منتخب المرابطون يعقوب دينا أنه لن يلبي طلب في حال تم استدعاؤه لتمثيل المنتخب وذلك بسبب أنه لم يجد من يعالجه حينما أصيب مع المنتخب في المباريات الماضية يمكنكم مشاهدنا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجيز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك والظاهرة على الشاشة الثالثة موجز إخباري من المرابطون في أمان الله اشتركوا في القناة